لا طالما كانت هذه المحلة تتعج بالزبائن ومن مختلف المناطق يصنعون حركية غير عادية خاصة في المناسبة والأعياد لكن في السنتين الأخيرتين انقلبت الموازين أين قل النشاط كثيراً والسبب جائحة كورونا جارة مؤخراً هذه الثلاث سنوات ستكون قد تغير كل سنة ستكون قد تغير المصارف راها كثيرة وبعض المرات تكوفري لي شارج تاعك تبحلك حتف لي شارج تاعك باش لي شارج تاع البيت يعني الضرورية تلقى روحك مش قليلة بزاف تجار أضحوا يعودون خسائرهم بفعل كساد السلاعة مقابل مصارف وتكاليف خاصة بعملهم متراتبة عليهم ظلت ثابتة على سبيل المثال الأعمل كل سنوات قبل والآن ما راهش كيف كيف وهذا مش غير في الجزائر ولا حاجة على مستوى الدولي والمستوى العالمي نسبة الاقتصاد هبطت بالنسبة مقارنة أعوام فاتوا الواليد أدروا كيما نقوله نحن على سبيل المثال المصارف توحى والسوالة تأسلها والسومة قاعدت هي هي والخدمة نقصت وفوق للخدمة نقصت أبيزات ليبري يعني طيحة ليبري تعسلها لي عندها طيحة ليبري لي عندها كيما نقوله نحن بهتقد الناس تشيري رغم اغتلاف الطرق التي لجأ إليها التجار من أجل تحريك عجلة نشاطهم كتخفيذ الأسعار إلا أن تأثير الجائحة لا يزال مستمرا